ساحة الحرية في مدينة تعز تعد أول ساحة أنشأها شباب الثورة في اليمن وتميزت بحضور جمهري لافت جعل القوات الموالية للرئيس صالح تقوم باقتحامها وإحراق خيامها نهاية مايو الماضي بحسب ما قاله شباب الثورة وقد تمكن ثوار من استعادة الساحة لاحقا لكنها لم تعد على ذات الحال بسبب الوضع الأمني وقيام شباب الثورة بفعاليات أخرى يصفونها بالأكثر تصعيدا التفاصيل مع مراسلنا حمدي المكاري ضمن سلسلة تقاريرنا عن مدينة تعز ساحة الحرية في مدينة تعز في إحدى جمعها حيث يحط المتظاهرون رحالهم بعد أن جابوا بعض شوارع المدينة مع ذلك فالهاجس الأمني يسيطر على أجواء الساحة منذ اقتحامها وإحراق خيامها من قبل قوات الرئيس صالح أواخر أيام مايو الماضي لكن مسلحين من أنصار الثورة تمكنوا من استعادتها بعد أيام الثوار لا يستطعون الاعتصام المتواصل كما كان في السابق لأن الساحة كسرت سلميتها بالاعتداءات المتكردة على هذه الساحات التجول داخل الساحة يكشف عن حجم الأضرار التي لحقت بها وبالمباني المجاورة جراء استمرار قوات الرئيس صالح في قصرها خاصة في ساعات الليل في هذا الفندق كان يقيم صحفيون بينهم طريق قناة الجزيرة قبل أن يتحول إلى شاهد على حجم العنف الذي تقابل به الثورة كما يرى شبابها لا تخل الساحة من الفعاليات فهنا مثلا يرسم فنانون تشكيليون أمنيات من يصفونهم بشهداء التورة للأطفال حضورهم في ساحة الحرية ولكن كما يحل لهم أطفال آخرون يعبرون الساحة يوميا في طريق العودة إلى منازلهم ويبدو أن هذا العبور قد علمهم الكثير ترك كثيرون الإقامة في الساحة لينتظموا في مظاهرات يومية خارجها أما هؤلاء الشباب فقد رفضوا مغادرة الساحة حتى ولو كلفهم ذلك حياتهم يقيمون في هذه الخيمة ويتقاسمون معا بؤس الحياة نحن هنا مضحين بأرواحنا من أجل الشهداء من أجل الشهداء الشباب والأطفال وضرب النساء ونحن هنا سوف نرابط حتى آخر يوم من رحيل عبدالله صالح في بعض ضواحي المدينة وأريافها أنشأ شباب الثورة ساحات تحمل ذات الاسم لتبدو تعز وكأنها كلها تغني للثورة يقول شباب الثورة هنا بأن نظام الرئيس صالح يعيش أيامه الآخرة بسبب التصعيد الثوري خارج الساحات ولذلك تشكل ساحة الحرية بالنسبة لهم رمزا مكانيا يأمه الناس أحيانا بهدف التأكيد على أهمية الرمز الجمعي مقابل الاستمرار في تفكيك منظومة القائد الرمز والزعيم الأوحد حمد البكاري الجزيرة ساحة الحرية تعز